تعليلي بقى في الشك اللي البعض بيعتبره سلبي ووجهة نظر تحترم وانا الميزة دايما اللي احنا بنشوفها في جمهور النادي الاهلي ان الجمهور النادي الاهلي ضمع وطمع حلوة قوي في الكورة يعني كسبان خمسة لا ليه ما نجيبش الست ليه ما نجيبش السبعة ليه ما نجيبش التمانية رغم انت بتلاعب فريق كبير طبعا مسهل انت تجيب في الاهداف دي لكن في نفس الوقت البعض قالك وقال قلوم على مسماني في تغييراته فخلينا نفسر لحضراتكم تغييرات مسماني في مباراة الامس تبقى لبعض الامور المؤكدة او شبه مؤكدة عشان بقى يعني واضح مع حضراتكم اول حاجة المؤكد اصابة ايمان اشرف وبدر بنون ايمان اشرف طلب التغيير جالوا شد في العضلة الامامية هيتعملوا اقشاعة النهاردة عشان يتم تحديد مدى قوة الاصابة هي دي التغييرات وبدر بنون جالوا شد في العضلة الخلفية وطلب ايضا التغيير فادي تغيرين اضطراريين في الاهل انا اتطفق مع جمهور الاهلي في ان احنا طالما افشا خرج احنا ما ندخلش في المسلمين انما لناش دعوه هو الراجل اضرب كل شيء هو مدرب يعمل لو هو عايزه واحنا اللي علينا ايه ان احنا نصبورت ان احنا ندعم احنا منقول وجهة نظرنا عادي فاش حاجة يعني افشا برا يبقى احمل عبدالقادر جوا هو اللي بيدور اللي عبدالقادر لكن الله اعلم الظروف ايه الله اعلم الامور ايه يعني هو اللي شايف لكن هتقولي طب هو اصلا ليه غير افشا هقولك هديك بس يعني تفسير بسيط قوي حضرتك بعد الجوني خامس كم التدخلات العنيفة العنيفة جدا من لعيب الزمالك مع لعيب الاهل طب ممكن لعيبه اتنين سواء افشا بقى شريف برسيتاو حد في التلاتة دول يجي له اصابة طويلة مش هتبقى مشكلة بالنسبة لك لكن هتبقى ليه تخسر لعب بحجم اللعيبة دي وانت خلاص حققت المطلوب انت اكسبت انت تبص الادام انت تفكر في الادام ممكن لم يكن موفق المسلماني في بعض التغيرات وارد جدا لكن انا مش عايزين نتكلم على السلبية مثلا دي لو هي سلبية الله اعلم بالظروف ايه بالجهاز الفاني واللعيبة وننسى الانجاز الكبير يتعمل او ننسى التاكتكس العظيمة اللي عملها مسلمان دي يبقى معلش يا جماعة يبقى فيه مبلغة كبيرة اوي في الانتقاد ليه؟ دي احنا كسبانين خمسة كسبانين من الزمالك خمسة تاني اكبر نتيجة بعد نتيجة الستة واحدة اللي الناس كتنستانيها مبارح تاني اكبر نتيجة فبيبقى فيه ظروف في الملعب احنا بنبقى شايفينها فيه اصابات احنا معرفناش يعني عندي زميلي في البرنامج زميلي عزيز عمر فهمي رئيس التحرير كان موجود في الستة مبارح وشاف ايمان اشرف هو بيطلب التغيير احنا الناس اللي بتفرج على التلفزيون مشوفناش ايمان اشرف هو بيطلب التغيير مشوفناش بدر بنون هو بيطلب التغيير فالناس اللي كانت مصاب فدي الظروف اللي ممكن تحصل في المباراة لكن في المقبل انت عملت ايه؟ ما تنساش المقبل الناتج الروعة بتاعت الاهل ولعبته ما تنساش الكلام ده تخليش حد يضحك عليك في الموضوع ده ما تنساش خمسة اوعى اوعى تنسى الخمسة فدي جزئية ايضا من الجزئيات المهمة تعال بقى نشوف اللقطة بتاعت الهدف الخامس هي اللقطة مهمة قوي يعني وفي الحقيقة هي مش او مرة تحصل هي مقررة ومقررة من نادي الزمالك او من هم اداريون في نادي الزمالك موجودين على الدكة بص الكرة حضرتك اللي تحت دي اللي وراء محمد عدل الحكم اللي تعاطف شوية مع الزمالك مبارح عشان الدنيا تمشي ولو كان فيه حكم مجانه انا بأكد اهو انا بأكد اهو والله لو حكم اجنبي اهو انا بأكد لو حكم اجنبي الاهل كان هيكسب اكتر من كده تاني لو حكم اجنبي كان الاهل هيكسب اكتر من كده تالت لو الحكم اجنبي كان الاهل هيكسب اكتر من كده بص الكرة في الملع من الرماها من الرماها أحد أفراد الجهاز الفني والإداري بنادي الزمالك طب يعني هي لما تترمي الكرة إلا هيحصل يعني أنت بترمي حتعطل للعب النتيجة مش هتتغير الأهلي كسب النتيجة مش هتتغير لكن أنت برضو مش عارف قيمة نديك أنت مش عارف قيمة نديك ده اللي تسجل ده الهدف الخامس اعرف قيمة نديك يا من القيطب الكرة داخل الملعب ده نادي الزمالك عيب أول لما حد من ممثلي نادي الزمالك يرمي كورف عيب وفيه لايحة هتتطبق عليه تبقى للايحة ربطة الأندية المحترفة المصرية احنا ابتكرنا حد من الأطفال اللي هم بيلوموا تقور ناشئ الزمالك أو حاجة من مباررة من تنظيم الزمالك لكن تلع إداري في نادي الزمالك ودي معلمة مؤكدة ومتصور كمان فمش حلوة ومقرر عيب لكن في كل الأحوال ماشي حاجات بتحصل بس نتمنى يعني أنها ما تحصلش بعد كده الواحد مصوط ولاحد سعيد وأمور كلها كويسة جدا فيه حاجة بخصوص عمر السلية نسينا نعرضها يا جماعة بتاعة التويتر اللي تنظر